اخر حلقة يطلع علينا الاخوانجي يحكيونا على استقلال القذاء وعلى الفصل السياسي عن القذاء انا دقايق بعد ما هبت راشد الخياري لايف انطيعه اكتبت تدوين اقول فيها اللي رئيس الجهاز السري راشد الغنوشي هو اللي اعطاه التعليمات الراشد الخياري بش يعمل الفيديو هذاك وعطاه بعض المعطيات اللي يلزموا يقولها ودليل انه في اليوم الموالي حركة الاخوان هبتت بيان ندد فيه بسلوك رئيس الجمهورية اكثر من هذا راشد الخريجي شولير الغنوشي عمل مكاتبة لوزير الدفاع يطلبوا فيه باش يحضر امام لجنة الامن شوفك اللجنة عاد لجنة الامن والدفاع فها ماهر زيد وفها التلف الكرامة شوفك المسؤولين على امن تونس وعلى الدفاع تونس باش يسمعوه على خلفية تعهد القضاء العسكري بملف راشد الخياري وهذا دليل اضافي على انه الاخوان جيه هم اللي وراء العملية انتع راشد الخياري اللي حاولت تشويه رئيس الجمهورية اليوم الاخوان جيه يقولوا انه القضاء العسكري معدوش الحق يحاكم المدني يا مرحبا يا مرحبا يهوينكم في 2011 شوفك اللي القضاء العسكري تعهد بالمحاكمات متاع القيادات الامنية الكبرى وزير الداخلية مدير امن رئيس الجمهورية مدير عام الامن الوطني مدير الامن العمومي امر الحرس وعديد القيادات والذبات اللي حوشي ركت في الملفات مشي من اختصاص القضاء العسكري بالسيف تخلوها في اختصاص القضاء العسكري باش انتوما الاخوان جيه ووراكم رشيد عمار باش شديدوا السلطة وعطاكم السلطة واختيدوا السلطة بتعليمات من الخارج بالطبع وقتا شبيكم ما قلتوش ان القضاء العسكري مش مختص بالنظر وقتا انتوما مستحلين لانهم هم شوال الحبس وانتوما مستحلوا السلطة حتى كيف المحكمة الاستناف العسكري بعد ما صدرت احكام رزينة في الابتدائي رفيق الحاشقاس من 37 سنة عليه السرياتي 20 عادل تيويري 20 كل مدير عام امن العمومي 20 ناسوا الكل من العشرين الفوق وقتا اللي محكمة الاستناف العسكري طيحة الحكاية من 3 سنين ووقتها في بلومتها الناوى عليهم واصدر القانون العدلة الانتقالية في ديسمبر 2013 والافعال هذية امتا احداثة ثورة ما جبدوش عليها بعد كيف اصدرت صدرت الاحكام في افريل 2014 تتذكروا بالجدار جماعة السيبيير والاخوانجية شنو عملوا وقلبوا الدنيا والمرزوق يستقبل وزير الدفاع واحتج على الاحكام واش عملوا جاوا في شهر جواهن وعدلوا القانون العدلة الانتقالية وزادوه الاحداث متاع 17 ديسمبر 28 فيفري 2011 يعني قالوا خلي القضاء العسكري يحكم كيف ما يحب الناس هذو ما نحنا بعد بش نعاود ونجيبوهم ونعاود ونحاكموهم هاو الناس اللي تأمن باستقلال القضاء واستقلال العمل القضاء العبيد هذو الاخوانجية هذو ما هم اللي في الدستور اللي كيحطوا الحصانة البرلمانية بتاع النواب قالوا حتى في الجريمة التلبوسية تصوروا انتي نيب في جريمة التلبوسية قاتل ولا عمل ارتساب ولا هدنخوا فلوس لعبات قال لك مكتب مجلس النواب حتى يوقفوا الحاكمة يوقفوا القاضي مكتب مجلس النواب عنده الحق بشي سي تصوروا التدخل تاع الاخوانجية في العمل القضائي اللي اليوم يحكيوا على الاستقلالية وفصل السياسي عن القضاء نسيتوا كذلك منظومة العدلة الانتقامية اللي عملتوها او العدلة الانتقامية اللي عملتوها وجبتوا لها صديق بول بريمر سيهم بن صدرين ايش عملت اخرها دريس بيجا مش يتعدى على المحاكمة على خاطر مشال البي اشعب البي بانتهاء النظام الملكي عدلة انتقالية عملتوها انتقامية وقاعدين تخدموا بالقضاء باش تعوذوا للقواعد لانه الفلوس الكل هفها راشد الغنوش يراخدها لبرة وطوى جايب من سايب جمعته عالدولة وعالمواطنين يجاوا يعوذوا لكم على شنو على ما الفرق وعالتفجير وعالذبح وعالتكفير والله هذية هي يعني معناها واحد مجرم يعوذوله والناس اللي تبقت القانون تولي هي مجرمة والمجرم يولي هو يعوذوله هذا لا يحدث الا في تونس ولذا انتم ما راكم اخر ناس نجموا تحكيوه نعرف اللي انتم ما في جوعين طو لانه القضاء العسكري لعب دور تاريخيا قبل سبعة وثمانين وبعد سبعة وثمانين في محكمة قيادات الارهاب متع الخوانجية اللي تحكم من كل امام القضاء العسكري والخوانجية اليوم يصون تروماتيزين ميحبوش يرجعون الحبس وين يسمعوا كلمة القضاء العسكري يتهزوا وينكم مقتل شارككم في الجرائم وشارككم في الفساد المالي يوسف الشهد اذبح عماد عشور واذبح صبر العجيلي وعمل القضية وهمية اللي هي مش من انظار القضاء العسكري ومشاركوا في الجريمة هذية طايا براشد وغيرو وحتى اللي تسمى في الاعلامة ذكا أو مستشار لدار رئيس حكومة معهم في المجموعة متع الشهد اللي متورطة في الملف هذي وانا قاعد اللحظة حاجة وجمعت الشهد كل واحد ملفات وتحلت يعايت له المشيشي يسميها عنده يحمي فيه وينكم يا أخوان جيا وينك يا راشد الغنوشي وقت اللي قيادات امنية عليا معروفة بالكفاءة متاحة وبحبها للبلاد وبحبها للعالم ضحاك واجهة الارهاب في الاخر تقرواحها في قضية يتوقفوا فيها باتلا عامين حبس من أنظار القضاء العسكري ويضعوها وقت اللي لم يكن علاقة بالقضاء العسكري إذن أنتم آخر ناس نجموا تحكيوا على فصل السياسي أنتم أول ناس ترهبوا في القضاء نسيتوا القائمة 83 ونردين البحيري شوفوا ما تكلفت اليوم على الدولة قضاء قاعدوا قديش وربحوا أحكامهم وهو كاليوم رجعوه يخدموا ويأخذوا الأقدم وليس يأخذوا شهارهم لأقدم الكل هذه عملية وقتها إرهابية لتركيع القضاء سيفري ويأخذوه القضاء 11 في فترة معينة لكن ما زالت فما عناصر موالية لتنظيم الأخوان داخل القضاء وهذا معروف معناها فما عناصر الآن نعرف هم من نسكول نعرف هم من هما في الجامعة هم أخوان جاء وقعدوا أخوان جاء يخدموا التنظيم ويخدموا في القضاء لكن الحصن الحظ هي أقلية يوم حتى 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 عامل ماميز على القضاء كل حتى يحاول يجبط شوية يحكم به وهذا عاد آخر مالف عندكم اللي طاوم بشير العكرمي اللي متورطين فيه ولي اليوم ما صار في حد شيء الأخوان جاء متورطين في عديد المواضيع ولذا أنا أحب أن أقول لكم لعنة الله عليكم إلى يوم يبعثون وركم أنتم أخر ناس تحكيوا على استقلال القضاء ورهي المحاسبة جاية جاية طال زمن أمقاش وراء أخبار سياسة تقنية مختوى مختلف بنظرة شبابية تونسية عالم أميرة لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد